هل فعلا نعاني من عجز مالي؟ احنا اليوم نعاني من عجز مالي نظري ماهو خطر العديد من الدول تعاني من عجوزات مالية بين فترة واخرى لكن الخطر الحقيقي بالعجز الاقتصادي والاداري احنا اليوم دولة تعتمد على النفط كمصدر احادي للدخل طبيعي اي تقلبات في الاسعار راح تأثر علينا وهذه حقيقة من الستينات وحنا قاعد نطالعها ولا قاعد نحرك ساكن لها هذا الخطر الحقيقي وهناك العديد من الحلول واحنا شخصيا كمتطوعين قدمنا حلول الى السلطات راح تطرق لها فيما بعد اما الشق الثاني وهو الادارة السيئة الترهل الاداري البيروقراطي اللي عندنا اليوم صندوق المشروعات الصغيرة صال لسنتين ما اشتغل احد طلعوا قال لنا ليش؟ اليوم اذا جمعية تعاونية بتجدد مبناها تحتاج 34 شهر 34 شهر لتجديد الترخيص فقط للبنيان احد قال لنا ليش؟ برنامج عادة الهيكل اليوم الفرق شاسع ما بين الباحثين عن عمل وما بين الوظائف المتاحة في القطاع الخاص ما حد قال لنا ليش؟ بيانات مؤشر الاعمال والشفافية والمؤشرات العالمية كلها الكويت بالحضير ولا حد طلع قال لنا ليش؟ فعجزنا اليوم اداري وعجز اقتصادي ولا عندنا الا عجز مالي نظري والوضع المالي في الكويت وضع متين واذا بنصوره اليوم عشان نقطع الجدل اليوم عندنا ميزانية الدولة وعندنا الاحتياطي الاجيال القادمة وعندنا ما يسمى بالاحتياطي العام الارادة النفط يدخل في ميزانية الدولة يتم استقطاع 10% منه بقوة القانون يذهب الى احتياط الاجيال القادمة واحنا نفس ما ننتقد اليوم نشيد بالخطوات الزينة احتياط الاجيال القادمة من القوانين المميزة اللي حفظت حق الكويت والكويتي شنو الاحتياطي العام؟ الاحتياطي العام لما يكون سعر السوق للبرميل اعلى من سعر الموازنة يتم استقطاع 15% اخرى تذهب الى ما يسمى بالاحتياطي العام اللي فيه اكثر من 30 مليار دينار كويت اليوم وهذا وظيفته انه يكون نفس الاسفنجة نفس الكوشن لامتصاص صدمات تقلبات اسعار النفط على الميزانية هذه وظيفته امام هذا الوضع شنو عزنا المالي؟ وين عزنا المالي؟ عندنا 160 مليار في صندوق الاجيال عندنا اكثر من 30 مليار في الاحتياطي العام وين العز المالي؟ هناك العديد من الحلول قبل المواطن هناك فكرة الضريبة التجارية هناك فكرة المترو وسكك الحديد اللي تخلق لك حركة اقتصادية هناك العديد من الحلول لجأتوا الى المواطن البسيط ايضا هذا الكلام ماهو منطقي وهذه خطوات لا يقبلها لا العقل ولا المنطق المصيبة انهم يدفعون الاف الدنانير علشان يروجون فكرة حس على دمك يا مواطن ويتبعهم رجال الدين ويعتمدون على جهل المواطنين في المعلومات هذه كلها واحنا اليوم نقول انه محد يزايد على المواطن الكويتي اللي مستعد يعطي من نفسه وروحه ودمه وحرماله حق بلده لكن احنا نوقف اليوم معا وقف الدفاع عن حق ولو كان المواطن الكويتي مو معا الحق كان ما وقفنا ندافع عنه